دهم وتفتيش في السوق الشعبي في بلدة تمنين الفوق البقاعية وزارة الصحة تزور السوق للمرة الثانية للكشف على المواد الغذائية التي تباع في السوق بإشراف محافظ بعد باك الهرم البشير خضر تولى رئيس قسم الصحة الدكتور محمد الحاش حسن والمراقبة الصحية ليلى عون مداهمة المواد المكشوفة وغير المعلبة وتم توجيه إنذارات وتلف مواد غير مطابقة منع أي بائع يبيع بهارات أو بزورات أو أي نوع من أنواع المواد الغذائية منع مطابقة للمواصفات طريقة العرض والتخزين والتغليف ويكون موضوع صلاحي واضح المحافظ أكد أن الهدف ليس قطع رزق المواطنين إنما حماية المستهلك والمواطن ما في أولوية لمدينة دون ضيعة أو العكس بالدرجة الثانية جينا كمان لأكد مرة تانية أن المواطن المتوسط الحال أو الفقير الحال كمان من حقه أنه يكون لقم ينضيفي بدوره قال مسؤول وزارة الصحة إنه سيطلب من ملدية تمنين التقدم إلى المحافظ بطلب من أجل الحصول على رخصة لتنظيم السوق لسلامة نظافته وصحة الناس لازم يتضل على طول يطلب من بيع وحملة نظافه لأنه كمان بهمنا نحن